بمناسبة خير الناس بمناسبة جمال بلدنا والمشروعات اللي بتحصل فيها ما فيش حد فيك يا مصر ما بيحبش أسوان وإحنا صغيرين كده كان واحد من أحلامنا الكبيرة رحلة الأسر وأسوان دي حلم كبير عند كل واحد فينا لكن أسوان بقى في حد ذاتها قطعة من الجمال اللي لن يتكرر في بلدنا بنسها وبأهلها وبتفاصيلها وبنيل وبكل حاجة حلوة فيها إيه اللي بيحصل في أسوان إحنا عارفين أنه أسوان قبل ما أقولوكو بس على المشروع اللطيف واللي أعتقد أن كل أهل أسوان بيحتفوا بيه أسوان واحدة من المحافظات اللي وجه التحدي كبير جدا في أزمة كورونا لأنها محافظة سياحية في المقام الأول مواردها بتعتمد على السياحة بالمقام الأول مشروع التطوير كان توقيته مناسب مشروع تطوير الشريط النهري بيحصل فيه بيحصل ابتداء من الكورنيش هنا من قدام مبنى ما سبيرو على انتداد نهر النين وفي كل محافظات مصر وزارة الإسكان انتهت وزارة الإسكان طبعا متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت المرحلة الأولى من كورنيش أسوان الجديد ببساطة مشروع الشريط النهري واحد من أهم المشروعات اللي بتحصل في سعيد مصر الصور اللي احنا شايفينها دي لما تم مش لصور للمشروع أو نماذج متوقعة ده اللي تم على الأرض مساحة المشروع برضو زي ما احنا شايفين كده بتوصل لألف وخمسين فدان حجم الاستثمارات تسعمائة وخمسين مليون جنيه واللي يهمني بصراحة في الخبر هو الحتة اللي جاية دي عدد العمالة اللي اشتغلت في المشروع عمالة مباشرة سبعمائة وخمسين عامل وفني ومهندس احنا عارفين انه اعتقد انه العدد كمان ممكن تبقى أكبر من كده بس احنا عارفين انه أهل أسوان من أكتر الناس اللي اتأثروا بجائحة كورونا وعشان كده بنفضل نقول انه قد ما نقدر نعمل ساحة داخلية وقد ما نقدر في الجو اللطيف اللي احنا يعني مرنا به في الشارع اللي فات وكده كانت فرصة عظيمة لزيارة أسوان انا واحدة من الناس كنتش عايزة ارجع كنت فكر يعني اذا كان فيه طريقة من طرق الاقامة في أسوان فكان راحة يبقى مبسوطة فكل اتحايا لأهل أسوان ومبروك المشروع الجديد واعتقد انه كلنا في زيارتنا القادمة للمحافظة الحلوة دي هنهتم نزور الكورنيش الجديد